في إحدى النقاط التي تكلم عليها قيس سعيد رئيس الجمهورية والتي تم تدولها على وسائل الإعلام وعلى منصة التواصل الاجتماعي كلمت وقت لدعاء الجميع إلى احترام تشريع البلاد عدم التطاول على مؤسساتها ومؤكد على أن تونس موحدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاف أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرف فيها البعض خارج قوانين الدولة التونسية هكذا يقول رئيس الجمهورية قيس سعيد منظر تعليقك على أنه اليوم رئيس الجمهورية يدعو لعدم التطاول على مؤسسات الدولة هو المشكل أنه رئيس الجمهورية لا يخذ معي لأتبار موقف المعارضة يعني شوف هات نقوله الأشياء بصراحة يعني واحدة من الثنين أنك تحسم الاتجاه نحو الجمهورية الثالثة انتهاء وبالتالي أنت على ثقة أنه ما فماش خروج إذا أنت مقتنع وهذه مشكلة للصراع الشرعيات أنت مقتنع أن الجمهورية الثالثة تحظى بدعم شعبي وحسيم الأمر نهائيا طبق القانون الذي يتطاول طبق عليه القانون إذا القانون يعني أنت مع موقف رئيس الجمهورية ومع كلم ومع تصريحة لا مش بالمنطق هذا أنا مع أحد أنا كمنظر ثابت مع أحد أنا معروحي لكن بالنسبة لقضية أنه نمشي الجمهورية الثالثة وأنه الجمهورية الثالثة تحظى بدعم شعبي أن نقول اليوم فم معارضة تعتبر أنه انحراف على الديمقراطية وبالتالي فما تناقض وفما سيراء بين كتتين بين ترحين هل معارضة الأحزاب اليوم الرافضة لتمشي قيس السعيد المعارضة التي تكلمت عليها أنت وقت لتعارض توجهات رئيس الجمهورية يعتبر هذا التطاول ليس تطاول إذا كان المعارضة إلى حد الآن المعارضة تتحرك في طالق القانون يا راب من لك هو يقصد رئيس الجمهورية بالتطاول على شكون يحكي التطاول يعني التشكيك لعله يعني التشكيك يعني مفهوم التطاول مفهوم قابل للتأويل تأويل يتعدى أنا إلى حد الآن ما نلاحظه هو حكاء خاصة هي اللافت يحكي على العمالة ويحكي على التواطع مع قواج نبيا هذا يحتاج إلى إثبتات عندك إثبتات قد منها شمانتها التواطع وشمانتها يعني في آخر الأمر عملية العمالة وما يحمل على الصوت المعارض يعني ما نلاحظه إلى حد الآن ونحن يعني على حياد ومسافة من الجميع إلى حد الآن المعارضة تتحرك في طار قانون في طار التحرك السلمي الاحتجاج السلمي بالتالي ما فماش ما يدعو أنه فيه تحركات في الكواليس نعرف أنه ممكن تصير تحركات في الكواليس وخاصة لدى الاتحاد الأوروبي يعني من وإلا في واشنطن وإنت قدرتك كنظام أنك ترد وأنك تفضح وأنك توضح لكن زاد مسألة أخرى ديما نذكر الجميع أنه تونس عندها تحوديات منظر شنو أبش نهزك تقريبا الموضوع آخر ولكن زاد مربوط برئيس الجمهورية تصريح عبد الحميد الدبيبة في الحوار الأخير ليه مع زميل حمزة البلومي وقت اللي قال أنه وصلتنا تقارير مفبركة عن محاولات اغتيال رئيس الجمهورية شنو رأيك؟ يقول لنا من فبركة؟ هذه هي التقارير كان جئت أنا قائم على المخابرات في تونس أطول نعطيك الكشف الدقيق والمفصل على من فبركة ومن رواجة ومن مسكة يعني نحن في آخر الأمر هذه كواليس سمعنا برشة أشياء من محاولات تسميم سيدة نادي عكاشة المحاولات اغتيال إلى حد الآن ما عناش المعطيات الكافية اللي تكشف العمليات الخطيرة لأنه هذه عمليات خطيرة محاولة اغتيال ومحاولة تصفية وفي أكثر من الناس ما تخرج أشياء من هذا القبيل لكن أنا في بالي دبي برئيس حكومة وأنه عنده أجهزة المفروض يكون صريح وواضح يقول تلقينا تقارير مفبركة من جهاز كذا؟ من جهة كذا؟ يزيدنا من المنسوب المجهول نحن مجدودنا راهوات واضح يلا نوصل معكم برايم تايم ونمشي لفقرتنا الموالية لشيفر